اعتبرت الاستخبارات الأمريكية أن العلاقات الصينية الروسية ساعدت في الحد من تأثير العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ غزو أوكرانيا الاستخبارات الأمريكية رجحت أن تكون الصين قد زودت روسيا بتكنولوجيا عسكرية ذات استخدام مدني وعسكري مزدوج لاستخدامها في أوكرانيا وفقا لتقرير مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية والذي أصدرته اللجنة الدائمة للمخابرات في مجلس النواب الأمريكي نتابع تقرير لمكتب مديرة الاستخبارات الوطنية الذي أصدرته اللجنة الدائمة للمخابرات بمجلس النواب الأمريكي بعد رفع السرية عنه أفاد بأن صين أصبحت شريكاً اقتصادياً أكثر أهمية لروسيا منذ غزوها أوكرانيا في فبراير 2022 التقرير أوضح أن الصين رفعت حجم وارداتها من النفط والغاز الروسيين كما أن البلدين رفع حجم التجارة الثنائية التي تم تسويتها باللوان الصيني كما ساعد المؤسسات المالية على توسيع استخدام أنظمة الدفع المحلية كما أضف التقرير بأن بيكين تتتبع مجموعة متنوعة من أليات الدعم الاقتصادي لروسيا تخافف من تأثير العقوبات الغربية وضوابط التصدير لفتاً إلى أن بيكين قدمت لجيش الروسي تكنولوجيا عسكرية تستخدام مزدوج استخدامها في أوكرانيا على الرغم من العقوبات وضوابط التصدير وفي ثنياه ذكر التقرير أن سجلات جمارك تظهر أن شركات الدفاع المملكة للصين ترسل أجهزة ملاحية وتكنولوجيا التشويش وقطع طائرات مقاتلة إلى شركات الدفاع المملكة للحكومة الروسية ترجمة نانسي قنقر